الشيخ حفظكم الله الشيخ صالح المؤلف في هذا الباب في باب قول عبدي وأمتي لم يبين المؤلف هل النهي للكراهة أو للتحريم الشيخ يدور بحسب نية المتكلم قد يكون للتحريم إذا قصد التعاظم في نفسه وقد يكون للكراهة إذا لم يقصد التعاظم في نفسه فيكون هذا من الألفاظ المكروهة نعم كراهة تنزيه نعم طيب لو قال يا شيخ هذا عبد محمد أو غلام محمد لا ما يقال عبد محمد قال غلام محمد أو مملوك محمد أو فتى محمد إن قال يا شيخ صالح بصيغة الخبر هذا عبدي لا يجوز لا بصيغة الخبر هما قال إنه بصيغة الخبر وما يقال هذا اللغة بصيغة الخبر نعم